الموضوع البحث اللي لاحظت اليوم على أنه قارب دور المغرب في بناء السلم والأمن في المجال الساحل والصحراء والوضعية الأمنية من خلال تفكيك بنية الوضعية الأمنية أو البنيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذا المجال وتأثيرها على مستوى الاستقرار في هذا المجال والأدوار والتحولات التي يصبحها يعيشها المجال في سياق خروج فرنسا وفي سياق وحد فراغ اللي أصبح المغرب يرعبها الدور المهم استثنائي في شغله من خلال المساهمة في بناء الأمن والسلم عبر الشراكة اللي هي قوية وملتزمة بل اللي ممكن أنها تشكي الأرضية لخلق التنمية لهذه المجالات واللي نعتقد أنه التنمية هي الجواب الحقيقي للوضعية والمعضلة الأمنية التي تعيشها هذه البلدان بالطبع الآن هذه البحود تساهم في تحقيق تملك أمثل للمجال معرفيا في أفق خلق واحد الأرضية لتقويص الدراسات الصحراوية والدراسات الإفريقية في الجامعة والاشتغال على أن تلعب الجامعة أدوارها الحقيقية في مواكبة الديناميات التي تستراتيجية بدينامية علمية رصينة وموجهة في سياق تكامل والتقائي بالتحال مع باقي الفاعلين اشتركوا في القناة